مشروب الكاسترد بالطريقة الأصلية أو بالطريقة الإنجليزية بطعمه مميز وجميل جدا وكمان الطريقة سهلة قوي المقادير اللي هنحتاجها تكفي كوبايتين هنحتاج كوبايتين من الحليب أو كوبايتين من اللبن وهنضيف عليهم معلقتين صغيرين مليانين من السكر وممكن تزودوا كمية السكر لأن السكر بيكون حسب الرغبة وهنضيف عليهم كمان معلقتين صغيرين مليانين من مسحوق الكاسترد وما تزودوش كمية الكاسترد عن كده عشان ما يتقلش مننا لأن ده لازم يكون زي السحلب كده في قوامه أو زي قوام النشا الخفيفة وكمان هنزود للكوبايتين فصين من الحبهان مفتوحين يعني لكل كوباية فص واحد بس وهنقلب المكونات دي على البارد قبل ما نشغل البتجاز بعد ما نقلبها كويس جدا هنشغل البتجاز ونكمل تقليب لازم التقليب المستمر لحد ما القوام بتاعه يتقل أول ما الخليط ده يبتدي يغلي والقوام ده يتقل هنسيبه حوالي عشر ثواني فقط على النار بعد كده نشيله ونصبه في الكوبايات على طول وهو بيتشرب سخن مش بارد زي السحلب كده بعد كده بقى نصبه في فناجين او في كوبايات دي التقديم ده حسب رغبتكو انتو وكمان التزيين حسب رغبتكو ممكن يتزين بجوز هندي بس وممكن يتزين بجوز هندي ويسبيب وممكن كمان بمكسرات تانية خالص وممكن كمان تضيفوا عليه رشة من القرفة وبس كده الطريقة سهلة جدا وسريعة وكمان الطعمه مميز وجميل وبالهنة والشفة اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته